السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا فيكم جميعا بحلقة جديدة وبسلسلة جديدة رح تكون من أجمل السلاسة اللي أنا عملتها بقناتي نبدأ اليوم مستعينين بالله تعالى في سلسلة أجمل أدوار الشضرنج على الإطلاق في كتاب من أجمل كتب الشضرنج اللي أنا عملت واللي كتبت واللي موجودة أصلا ما اللي عمله الكتاب كل الناس اللي بتنعب شضرنج عملت في الكتاب عندك وسلسو كلهم يعني كان شو إلون إيد بالكتاب جون إيمز وكتير من الكتاب اللي مشهورين جدا جونون وإلى آخره تتفقوا أنه نعملوا كتاب سموه The Myth of the World's Greatest Chess Games Ever أنا بدأك تركز معي بمقدمة هاي السلسلة لأنني لازم تفهم لماذا هذه السلسلة أنا انتعالي شو فايت وعشان تفهم شلون رح تكمل السلسلة لأقدام فالكتاب هذا جمع أجمل أدوار الشضرنج على الإطلاق واشلون عرفوا يختاروا أجمل أدوار الشضرنج بناء على ثلاث معايير أول شي دقة اللعب والمتعة يعني فيه متعة نفس أدواري بتكون مقترنة بدقة يعني صفرية أو صراحة ما صفرية دقة عالية بس يعني أنه بدهم مباريات تكون ممتعة بس بنفس الوقت تكون دقيقة ثاني شي وهي شغلة كتير بتهمني أن المباريات تكون مفيدة رح أنت لما تشوف هاي الأدوار تتعلم مباريات الشطرنج وهي أكتر يعني شغلة بتفيد أي لعب أنه يتعلم من الكلاسيكس يتعلم من أدوار الشطرنج الكلاسيكية لأدوار الخالدة وأهم شي يستمتع فيها هذول المعاييرين الاثنين والمعايير الأخير يعني وهو أكتر مهم اللي هو القيم التاريخية لهذا الجيم قدش على الجيم كان له أثر تاريخي على الجيمات اللي بعدها قدش على الجيم كان سنستيف أو مهم فهاي الثلاث معايير جمعوه ضربوه طرحوه طلع معاون بالآخر قائمة فيه 125 جيم وكل سنة عن سنة بتزيد القائمة وبجددوا الكتاب حاليا أنا عندي 125 جيم وراح يشرح لكم إياهم بهذه السلسلة لأدام طبعا رح ينزل قيمات أكتر يمكن بعد سنة سنتين فالسلسلة قابلة للتحديد فإليش رح تطول هاي السلسلة ما بعرف قد ما شفت إقبال على هاي السلسلة رح كمل ونزل فيه أكتر بس أنا عم بعملها لحالي أولا وإلكم ثانيا لأنه شفت هاي المباراة اللي قيموها لما إجوا يقيموها بناءا عن المعايير أخرت تقييم 10 من 15 وكانت مباراة خرافية كتير 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 ما طبيعية يعني فيها تضحيات وأفكار هجومية وكتير كتير مفيدة فأخرت 10 من 15 والجيم اللي بعده كمان جيم مجنون أخذ 13 من 15 فإذا هاي العشرة والجيمات اللي شفتها 13 فما بالك بال 15 في كتير جيمات أخرت 15 ونن 3 جيمات من 25 بس في جيمات يعني أخرت أقل جيمات أكتر فأنتوا رح تستمتعوا كتير بهاي السلسلة ورح تستفادوا بنفس الوقت فخلونا نبلش من غير أي إطالة أكتر من هيك الجيم الأول طبعا هلنا مرتبين من زمنيا يعني أوكي ما مرتبين من ناحية أقل أو أكتر يعني بلشوا بالجيمات الأخلة 9 يعني بالجيمات الأخلة 10 من تاريخيا يعني أقدم جيم لين جيمات كارسن خلونا نبلش بي أقدم جيم عنها أقدم جيم خالد الجيم هذا صار بلاعب اسمه أليكزاندر مكدونيل ولاعب اسمه لويس شارلز ما هي دي لابوردينيز ما أكثر بهمنا أساميون شغلة حلوة بالكتاب أنه بيبلش يعرف لك من هذول اللاعبين يعني أليكزاندر مكدونيل بيحكي لك أنه من أقوى اللاعبين كان بإنجلترا كان مولود بإيرلند بينما خصمه هو كان من أقوى اللاعبين بالعالم هاي الشغلات له وأنت يعني إلك مرائع ليا ممكن أنك أنت تشوفها وتتعمق بتفاصيلها أنا ما رح أذكرها من باب بس شو ما نطول الحلقة فوق ما هي طويبة المباراة صارت بلندن اسمها قولنا بالألف وثمانمية واربعة وثلاثين خلونا أنبلش بي المباراة اللي عنا على الحلقة بس قبل ما أبلش شغلة ذكرت مهم كتير عن اللاعب اللي بيلعب بالأسود اللي هو اسمه بوردونيز من الجدير بالذكر أنه كان يغلب الناس بلايند فولد وبيلعب شي اسمه أودز شو يعني أودز يعني بيلعب ناقص أحصان ناقص فيه وكان يغلب الناس بلايند فولد وسمالتينيز يعني يعرفوا أنكم انتم شو عم تتعاملوا مع مخ فوق الكمبيوترات خلونا نبلش كمان شغلة مهمة أنا بالعادة لما صور حلقات لما فرجي جيم فرجي مثلا حلل كسبان يعني البورد بتكون الحلل كسبان الأسود كسبان فرجيكم المباراة من وجهة نظر الأسود بس اللي رح عمله بعض السلسلة من دائما فرجي يكونيها من الأبيض سواء نفاز أسود أو أبيض ما بهمني دائما من وجهة نظر الأبيض خلونا نبلش الأبيض اللي هو أليكساندر مكتونيل بلش بنقلة خصمه لعب الدفاع السقلي نايت على الف ثري نايت على السي سي سيكس وفتنا على أوبن سي سيليانز أو السقليات المفتوحة بنقلة دي فور سي دي فور نايت تاكس على دي فور وهون أول نقلة مختلفة نوعا ما هي الـ هلأ هايك إحنا فتنا على تفريع اسمه اللون اللون ثنال مكتر منعوب اليوم فكرته أنه أنا بس بدي أعمل سؤال لهذا نايت على الدفور شو عم تعمل المنقلة منعوبة أكثر هي الإي سيكس منفوت على تايمانوف لكن الإي فايف كمبادئ الشطرونش نقلة منيحة ما بتعمل أي شيء بس فيه سلبية أنه هي بالطاعف خانة دي فايف فالأبيض شو ممكن يعمل ممكن أنه يحاول يناور على هاي الخانة ويحاول يصل بناد بي فايف ناد سي ثري ناد دي فايف بده الموضوع شوية توقت لكن لو عرف يحط حصانه على دي فايف رح يكون حصان رهيب اللي عمله الأبيض هون أنه لعب غلطه ولعب نايد تيكس على سي سيكس وهاي النقلة نقلة تعبانة جدا 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 ليش؟ لأنك أنت ما عرف تستغل الإي فايف إي فايف ضعفة خانة دي فايف لأنك أنت يعني شو المربع الضعيف المربع الذي لا يمكن حمايته ببيدق بعد السي فايف والإي فايف مربع دي فايف ما في بيدق ممكن يحميه فأنت لما تلعبنا تي سي سيكس بتخلي بيدق ممكن يحمي خانة دي فايف والمربع الضعيف في بطر ضعيف وهنا الأسود طبعا أكل بيتكس سي 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 أنا ممكن أكسر وزراء وما اكتر استفدت فبيتكس سي 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 أنا بدي إلعب دي فايف صار عندي سيطرة أكتر في إيねt على ال اف سيكس أمهدم بيدق لإي فايف فرح ربطه ويسب على الجي فايف ويسب على إي ساي فاكيك الربط وهون كان لازم الأبيض يلعب نت على سي 3 مشان يحمي الإي فا alot ومشان يتم منع دي فايف لأنو هون بعدما يكلم سيح بي собир b ی Rab إي سي أفا إي سي أفا إي ساي همهدد هو حرفيا أنه يأكل إي sim امهذر فكاد لديو إي نتrosي بي 3 يا كوين على الإي 2 ولعب الخيار الأقل دقة لهو كوين إي 2 من فائر كوين إي 2 أنه هي بتحمل بيرق لكن إلى سلبيتين لازم ما ننساهن أول شيء أنه هي سمحت بالدي 5 تاني شيء أنه صار الوزير ممكن يتهاجم من هذا الوتر لهو ووتر للأفون إي 6 ممكن أن الأسور يحط فيل على هذا الوتر ويعمل مشاكل للأبيض خصوصا لأنه إتهيك هيك راح تبيت فالقلعة على الأفون مع الوزير على الإي 2 ممكن يصير عليهم مشاكل الجيم كمل بنقلة الدي 5 هون الأبيض لعب بيشوب تيكس أف سيكس مجبرا طبعا لو هو أكل إي على إي 2 فإنتك أسورين لخيارين لو بتحب أنك تتبسط الموقف أكتر ممكن تلعب سي دي 5 راح يصير في شوية تكسيرات لو بتحب الديناميك بلاي أكتر ممكن تلعب نات دي 5 عادي يعني شو النقلتين نقلات ملعوبات ليش لأنه بعد نات دي 5 أنت هون لو أكلتني فأنا بأكل بالوزير عادي أموري طبيعية والنيت طبيعي ممتاز ممكن نجي على الفور ما لك عارفت أكون هون لأنه عندي أف سيكس فورك على الفيل والوزير الحياة حلوة لو أكلت سي دي 5 أنا ممكن ألعب لك بشوب بي 5 شك أبيض بشوب دي 7 وصير فيه يعني سلسلة من التكسيرات الأسور عنده الوسط أكيد بلا ريب أنه الأسور هون أحسن لكن الموقف ملعوب وصار في كتير تكسيرات ممكن الأبيض أنه يحب أنه يفوته بهاي المواقف لكن بلا خلاف الأسور أفضل مجبر هو أنه بعد الدي 5 بيعقال على الفورك éF6 اول وبعد البشرé TxF6 بأعمل بباشوب بي 3 على ل devil لماذا هو مجبر؟ لأنه حلو لي بعد أهدد الفير ه poorthe boy أنا خلاص يابتأكل على دي 5 يابتأكل على الفسكس وأدواني becameばい كett باحد الفور牌 يشاب على البي 3 تبيث قصير من الطرفين وهو النقلة كتير رهيبة من الأسود اللي هي l-A5 صراحة l-A5 حلو grossed 89 على ذات هما الأسود واضح واضح من اللي شفناه من نايتك سي سي سيكس ومن كوين اي تو انه الابيض خبص بالاوبنيك الابيض جاء بالعيد بالاوبنيك لانه الابيض جاء بالعيد انت لازم ما كتير تحض ببارك بدي اعطي كشمات وشون انا ممكن اكسب القيم بطريقة سريعة بدك تحض ببارك انا شون ممكن عاقبه على هذا الحكي يعني وعلى هادي فقالك هذا الزلم يحطوا زيره على ال اي تو وفيه لولا على ال بي 3 ماعدوا اماكنك تريروا عليها ليش لانه سلمني الوسط انه صارت لعب سي 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 مشان اهاجم الوزير الي علاء ال ال اي تو والقلع عليهم ال افون ومشان اصيد الفيل اللي علاء ال اي 4 فهون اضطر انه الابيض يتحرك ولعب انه لو개 προจ lime 24 5 ومشان لو ألعب بشب A6 ألعب بشب C4 وبالحالتين شو أنا شلت التهديدين وبعد Cd5 روك على D1 هيك يعني غذر الأبيض أنه ينجو من المأزق اللي هو فيه هرب قلعته بهادت روك تيكس D5 ما عندك وقت لك تلعب لأفور لأنه عندي بشب D5 ولو ألعب بشب A6 عادي بهرب بالوزير التابعي مثلين بني 1 مثلا اللي صار بالجام أنه بعد روك D1 الجام كمل D4 هل من فائد D4 أنه يبتمنع نهاد C3 ويتخفف الضغط عن هذا البيضق اللي صار عند الأبيض أنه حل كل المشاكل اللي بتخسره الماتيريال لكن بالمقابل قطعه مانا منيحة لأنه يتلع على البيون مانا عارف يطلع وما عنده وسط وخصمه عنده ميزة تفيلين فواضح أنه الأسود هون مكتسح والأبيض هون لعب نقلة يعني أنت لما تشوفها بالبداية ممكن تحكي أنه هي بلندر ونقلة عبانة ونقلة زيئة ومان هذا اللي ما يعرف فيه لعب وما تفهم الفكرة منه ولكن بعد ما تفهم الفكرة منه وتحكي أنه الأبيض زكي ولكن بعد ما تعرف مساوئة رح تعرف أنه لا الأبيض ما كثر حلل موقف منه شوية ينقلة اللي لعب الأبيض اللي بدنا نفوت بتفاصيله شوي اللي هي C4 الآن عارف الأبيض وأدرك هون أنه ما بينفعي تمساكة البيضقين هون اللي على الإي وعلى الدي رح يركضوه ودرك إلا ما يعمل المصايب بالجيم والبيضق السارك يعني خصوصه إذا كان محمي والفيلة رجع لأفويف رح يعمل مشاكل فألك ليش ما أنا أعمل المشاكل الخاصة الخاصة فيني ليش ما أنا أسلك بيضق فألك بلعب السي فور وسي فور خلص بيضق السي هون شو إجباري صار بيضق سارك لكن بالمقابل بيضق دي صار هلا يسلك بسهولة أكتر وكمان في سلبية تانية أنه يعني هلا أنت بالمرة ما نك عارف تحط اللحصان تبعك بمكان مناح لو أنت لعبت السي ثري تيكس تيكس صانك لو حطيته على الدي ثري بيكونوا بلوكيل ممتاز ممكن تضغط أكتر على بيضق المعزول هذا اللي صار السي فور منعت سي ثري للأبد هونز كانت موف باكورد البارق مستحيل ترجع إلى الوراء فهاي بالنسبة لنقلة السي فور نبين أنه هي نقلة تعمل كاونتر بلاي لكن يعني عجينتها غلط لأنه سمحت بشغلات نفس الدي ثري والأي فور نفس ما حنشوف بعد شوي والأسود ممكن يعمل شي اسمه هون ستورم عاصفة بيدقية حنشوفها بعد شوي الجيم كامل كوين على البي سيكس بحاول أنه يضغط على جناح الوزير يعني من التهديدات هون أنه ألعاب الأي فور بعد كوين تيكس بي 2 فهلعب بشو بسي 2 يعني كل على بي 2 مباشرة وخلصني عشان ألعب لك أنا شوي طبعا بشو بتيكس أت 7 وإكسب الوزير فهذا الحكي أكيد ما صار الجيم كامل بشو بي 7 ونايت بي 2 فهنا نعدي فكرة مشابهة بكوين بي بشو بتيكس أت 7 كوين بي 2 أنا بكين أكل على الأت 7 أول وبعد نعب روك بي 1 أي روك منهم يعني روك بي 1 روك بي 1 وبعد ذلك بأكل الفيل إلا على البي 7 فهذه الفكرة وهذا هو المغزر من نايت D2 وكمان هو بري طلع حصانه يعني حلق شو ما نعرف يطلع من السي 3 فبري طلعه على الدي 2 فاستغل الموضوع تكتيكيا الجيم كمل هون بنقلة الروك أ على الـ E8 اللي هي نقلة يعني بالصراحة أنا بحترمة جدا هو أدرك هون أنه مشان يكسر محتاج أنه يدفش هاي البيدق بيدق الـ E وبيدق الـ D بس بيدقين لا يكفو فألك ليش ما نجب التالت مشان يجب البيدق التالت بده يحتاج أنه هو يدفش بيدق الـ F وبعد نما نعرف هو يدفش بيدق الـ F ليش؟ لأنه في فيل طيب بدي يزيح الفيل ومين بدي يزيحه لو زحته لورا بيتاكلها البيدق فألك قالك خلص خلص حط قلعتي بالـ Center نقلة جاي بحرك فيل على الـ D8 أو على الـ E7 طبعا أفضل على الـ D8 مشان القلعة تم حامي البيدق وبعد ذلك F5 و E4 و D3 وبونستورم خرافية الجيم كمنات E4 أعطيني الفيل الأسود تبعك قال له أنا هيك هيك رح كنت رح أحركه والجيم كمل بـ C5 انت لساتك مانك عارف تاكل على الـ B2 ليش؟ لأنه فيرك بي وأنه بتخسر الفيل الأبيض فحط الوزير تابعه على C6 وعلق صارت F5 أقوى بـ 100 مرة F5 ما صارت بس طال بـ Night F5 صارت كمان شو؟ مهجدك الشمعات من الـ G2 فاضطر هون أنه يلعب الـ F3 وبهذا الموقف لازم يكون الأسود حذر لو لعبت F5 مباشرة فغلط ليش؟ أنه الحصان ممكن يجي على الـ D6 فحط فينه على الـ E7 صح أنه حرك فينه مرتين من الـ D8 لـ E7 أو G5 D8 E7 لكن هو ما أعرفه بالبداية أنه هون لازم يلعب بـ E7 لك ما أعرفه ولكن عندما رأى أنه لعبه C5 وخلص البيضاق صار مجبرا أنه يتهم على C5 فأنا أرجع فيه على الـ E7 ما نعناه D6 وكما أنه مهدد بشفت X على C5 فالأبيض بهذا الموقف لعبك على C1 وروك C1 نقلة ذكية تحميل البيضاق بطريقة غير مباشرة لأنه لو بيشوب C5 عندنا C5 كوين C5 بيشوب X7 كينغ X7 روك C5 فمشان هيك البيضاق ما تتاكل والجيم كمل بنقلة L5 لو أنت عم تطلع الموقف وعم تحكي أنه الأسود اكتسح الجيم وخلص ففين منه نحكي لكن لو أنت عم تحكي أنه الأسود عمله بلندر فكمان منه نحكي لأنه F5 يتبين بلندر سواني هوني أغير ما في كوين C4 تشك أول وبعدين بيشوب A4 والأسود بيخسر فرق في هذا الحكي وحنشوف هلأ تحليل هاي النقلة هلأ بعد كوين C4 كينغ أجاية تجبارية لو لعب ترك F7 فأنا بهذا الموقف ممكن ألعب لك بيشوب A4 والقلعة تبعك على الـ E8 ما أنا محمية أصلا كوين C8 أنا ممكن أكل على الـ E8 مهدد بيشوب تكس F7 وبعدين بلعب نايت D6 مهدد الوزير ومهدد 200 ألف شغله إجبارية تلكوني وخلص الموقف هذا يعني يعطيك العافية أصاره خلص كوين C7 إذا بدي أو ما كوين C7 يعني ممكن ألعب شوفي هون أفكار كوين C5 كوين B6 سرق C7 مثلا هاي فكرة ومهدد القلعة اللي كان جايفه الأسود ولي كان حاسبه أنه أنا بحط وزير على الـ E6 وصار عندي هلأ والوزير ممكن يدخل على الـ E3 وأنا ما عندي مشكلة لأنك تتأخذ القلعة طول ما أنه أنت رح تفتح لي الموقف أكتر اللي صار أنه هون بعدما الأبيض أكل على الـ E8 الأسود أكل على الـ E4 لاحظوش أنه أكل على الـ E4 وصار عنده بيادق ممتازة وفتح الموقف أكتر الفيل هذا نفتح له الوزير صار ممكن يدخل والقلعة مفتح له وفيه بادق أكتر خطيرة هلأ شغلة مهمة ومهمة كتير من وجهة نظري أنه هالموقف نوعا ما كان هولدبل للأبيض لأن الأبيض هون كان عنده شغلة بتكمل بالـ GAME أوكي الأسود أحسن لكن الـ GAME شغلها لسه اللي هي نايت D6 نايت D6 كتير تفرق اللي بتفرق بنايت D6 أنه أنه لأهون مهدد القلعة مهدد نايت F7 مهدد نايت XB7 فأنت جباري تأكل الـ GAME جباري تأكل الـ GAME والفرق أنك قلت لأنت عم تأكل الـ GAME عم تأكله على الـ D6 وأنا ممكن أرجع أكلك وأنت ما فتحت الموقف أنت ما فتحت عمود الـ F ما ضعفت الجناح الملك فكل هاي الشغلات بتفيدني أنا كأبيض اللي ملكي تعبان وانتشاري سيئ وعم باخو ماتيريا لكي عوضت فبعد أشب D6 هلأ أباكل الفيل أدرك أنت هون تلعب بـ C7 تهرب لأنه لو أكلت خلص بطل عندك قطع فبدأت لعب بـ C7 تهرب وأنا ممكن مع الموقف ألعب C6 لكي أضيئ لك على فلك وأسكر لك عليه وبعدد يعني الفيلم هذا كله الأسود بيلعب E4 لاحظوا شون الأسود لازم يلاقي نقلات يعني دقيقة وراء بعضه مشان يطلع من الموقف منيح لكي يطلع أحسن وهلأ بعد الـ E4 أنا مهدد كأسود Quintex H2 وشبتكس H2 كل نوع التهديدات والأبيض لازم يحلها هلأ شون لازم يحلها يتهدي؟ لا تعدوا خيارين يا بيلعب G3 يا بيلعب H3 يعني أنه بيطنش وبيلعب مثلا CXB7 دعونا نشوف أول شيء تطنيشة CXB7 طبعا فيها كشمات Quintex H2 بيأكل على F3 شون هدد؟ كشمات من G2 GXF3 بيكشو من H3 بيأكل على الـ E8 مع تشك King D3 ما حلو أنك تتحط هذا تبعك على الخانة السورة لأنه دائما فيه البيكشو بس عنده ثلاث جنود مقابل قلعة وعنده كمان فيه يعني ثلاث جنود وفين مقابل قلعة لكن فلسه شغلات حتي يأتي أكتر ليش أنه البيدق هي كثير خطيرة ولأنه الفيل جاية ولأنه القلعة جاية والملك هذا مكانه أعمان والموقف هذا أحسن للأسود وهذا أحسن شكل ممكن يطلع فيه الأبيض إلى حد ما يعني لازم يشوف كل هاي نقلات صحيحة هلأ لو كان لعب الـ G3 هون الأبيض بدلا للـ E4 دعونا نشوف لو لعب الـ G3 فهي QE3 تشك يأكبر على الـ F3 وبعدين يشوف تكس G3 على المتعجوب لكي يلعب QF2 و QH2 فأنت عندك خيالين ياب تلعب روك F1 ياب تأكل الفيل لو أكلت الفيل فهنا ممكن لعب لك QG3 D3 نقلة كثير مهمة لكي يفصل الوزير عن حماية الملك وبعد هيك ممكن لعب الـ E3 لو لعب E3 أول فالوزير يبيرجع في الـ E3 أول QC5 من هذه القلعة ممكن يأخو بعد ما أنت تلعب QG1 لك تحاول ترجع الدافع طبعاً ما عندك وقت يعني لو أنت أكلتني فـ E3 و QF2 كشمات النقل الجاية خلص فبدو يرجاعي حاول أنه يدافع QF3 تشك QF2 و QTXF2 وبشوب A6 جاية على طريق على أول E3 تشك شو ما لعبت النقل الجاية مثلاً QG3 لو فرضنا مثلاً بشوب A6 شو مهدد E2 و D2 كل هاي التهديلات جاية وأنا حامل البيضق والأسود وضعه منيك هاي بالنسبة لبشوب G3 في شوية تحليلات بس يعني أنتو شو صبروا معي أنا عم حاول جيب لكم الجايم كامل يعني بشان شو ما نزعل حداً فاروك على الأفورن في هذا الموقف لو ما أكل على الجي 3 أنا ممكن هون ألعب QE3 وضحي هيك هيك يعني QN على D2 وضحي بالفيل تابعي بدك تاكل على الجي 3 ألعب لك F4 إجباري الملك تابعك يطلع بعد بعد هاي نقل إلى مهدد QG2 كشمات فاروك على الجي 1 إجبارية QN H6 QN F4 أكل على H2 وبعد E3 نوصل لهذا الموقف اللي QF2 في تهديد E2 في تهديد F2 في تهديد مليانة التهديدات والأسود وضعه مكسب بكل بساطة فإنك تلعب روك على الأفورن ما نزبطه وإنك تلعب G3 من الأساس ما نزبطه فمن ثم لآخر شيء وهي H3 ومنكمل الجيم تمعنا H3 في QE3 تشك أول وبعد QE3 لو جيت على F1 فعندي ما فيه H2 ما فيه H1 فعندي QE4 وعندي QE2 وآخر المطاف فانت حتخسر لأني QG1 ممكنك تشك وفيه E3 وفيه G3 يعني ما فيه G3 ومثلاً ومش ما تخلص يعني ما فيه عند الأسود حل فمشان هيك ندي 6 كانت أحسن خيار عند الأبيض ويروح بلين CXP7 ويطنش هذا أحسن لين عند الأبيض مشان يطلع بأقل الضرائر لكن اللي صار بالجيم انه هو أكل على E8 وسمح له انه يأكل على E4 يفتح الموقف على الآخر ويضاعف له جناح الملك فأكل FXP7 على E4 الأسود وهون لأنه الفيل الأبيض مهدد فهو لعب C6 وفكرته منه انه هو بده هدد فيه الخصن ويرجع فيه على الجيم مثلاً من D7 أو أحياناً من F7 عادي بس يعمل الضير الجميل هنا لأن الأسود لا يهتم أبداً ولعب E6F3 لا يوجد أن تأكل فيه لماذا؟ لأنه في QE3 بعد ذلك باكل على G2 وفي كشمار جاء على الطريق سنرى الآن بعد شوية نفس الشيء لو أنت هنا أكلت على F3 GXF3 لا أكلت الفيل أكل GXF3 نفس المبدأ QE3 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 وروق F5 روق G5 كشمار جاء على طريق نفسه نفس CXP7 هنا CXP7 QE3 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 روق F5 روق G5 جاء كشمار فمشان هيك لا أكل على B7 لعب روق على C2 يحاول أنه يحمي الصوف الثاني QE3 QE3 ويشب على C8 يحاول أنه ينشط فيه لو يجيبه على F5 ومنه يجيبه على A4 ويعمل مشاكل على الملك فالكيم كمل بشوب D7 مانع الفيلم من أنه يتنشط وF2 التهديد أنه أنا ألعب QE1 كشمات طبعاً شنون كشمات QE1 لو أكلتني أنا بأكل كشمات طيب فرضاً هون مثلاً QE1 ما فيه QF1 يعني فرضاً أبيض لعب A3 يضيع نقلي ما فيه QF1 لا ليش أنه عندي QTXD1 بعد QTXD1 يجيب وزير تاكل باكل والأس ودي بيكسب فمشان هيك QE1 على E1 تهديد فأضطر أنه يلعب روك على F1 لعب له D3 أعطيني القلعة الجميلة تبعك روك على C3 مهدد البيضق فلعب هو هون شو بيشوب تيكس على D7 والفكرة بيشوب تيكس D7 أنه أنا بخفف قطع أنت كونني أوكي على D7 بس بعد E4 أنا حامي البيضق تبعي والبيضق تبعك هذا الوحيد ما بيعمل شي حاول الأبيض أنه يلعب QC8 ويعمل حركات يعني أنه أنا مهدد QTX بيشوب تيكس يلعب F البيضق لعب له QTX على E1 مهدد QTX على F1 طبعاً لو أكلتني أنا باكله بجيب وزير في أموري ممتازة وبعد نروك على C2 حط بيضق ثاني على صف الثاني يلعب D2 يا السلام على البيضق هاي طبعاً أنا مهدد القلعة وكمان حامي الوزير تبعي لو بدك تأكل باكل بالآخر وبالآخر بأكل مطاف طبعاً باكل بها البيضق فكشمات لأنه فيه وزير رح يتم على خانة E1 هاي فحرك وزيره على C5 ما عندك وقت تأكل أي قلعة من القلعة لأنه شوف FQTX على F8 كشمات فلسه ممكن أنه الأسود يعمل بلندر بس كان منذبه طبعاً ولعب روك على الجيئة الجيم كمل بنقلة روك على D1 فرح لعب له E3 بده يلعب E2 بكل بساطة وين على C3 يحاول أنه بلكي يعني انتهو نلعبت E2 وأنا أقدرت أنه بطريقة ما أكل على E1 ثلاث مرات يعني بعد E2 كم باشا مسيطر على هاي الخانة واحد اثنين ثلاثة 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 قطع بينما في الأسود عنده قطعتين بس الجندي والجندي تاني فـ E2 بهذا الموقف ما أنا ممكنة لكن اللي كان ممكن هو الشيء اللي عمله الأسود أنه هو لعب QTX على D1 والفكرة أنه بعد روك تيكس D1 لعب E2 وصار عنده ثلاث بيارق موجدين على الصف الثاني حيصيروا وزراء كلياتهم أو واحد منهم وواحد منهم بكفي أنا هنا مهدد أنه لعب QTX ما إلى حال هاي نقلة لحالة ما رح تقدر تمنعه لو أكلت هون خلص QTXX كشمات فالأبيض ما بيقدر يمنع الكشمات وهي كانت المباراة يعني Pony Storm بلشت بالبيدق D لما لعب C6 D5 وبعد هيك صاروا ثلاث بيارق بيارق E و بيارق F و بيارق D ومشان يوصل إلى Pony Storm ضحة بكثير من القطع وهي من الشغلات التي نستفاد وهي من الشغلات الموجودة بالكتاب أنه بعد كل جيم حضت لك ما يستفاد من هذا الدرس يعني أو من هذا القبيل حضت لك أن Pony Storms are large strategic assets يعني أنه يشو قيم استراتيجية عالية جدا ممكن أن نستفاد منها بتعطيني فرص هجومية لو أنت ممكن تعمل Pony Storm فعالي حتى الموضوع كلفك فرق شفنا شون أنه بالجيم كلفه فرق هو أكل ضحة بقلعة لكن صار عنده Pony Storm كثير فادته بالهجوم شفنا شون أنه بأي هجوم بالآخر صار عنده D3 صار عنده E3 صار عنده F2 ومن هالحكي وكمان الدرس الأخير أنه أنت لو صار عندك بارق على الصف الأخير نفس ما شفنا فدايما في فرص تكتيكية دائما في ضربات تكتيكية نفس شون مثلا نفس Queen E1 نفس كل هذه الشغلات نحن شفناها حتى بالنسبة للأبيض شفنا شون أنه عنده فكرة Queen takes rook بعد البشوب takes وعندما يكون عندك بارق على الصف الثانية دائما تفكر بتضحيات على الباك رانك أو بأي تكتيكات بشكل عام هذه كانت الحلقة وهذه كانت المباراة الأولى من هذه السلسلة يعني الصراحة مباراة جميلة وهذه البس البداية وهذه قلت لكم مباراة أخرى 10 من 15 يعني تعتبر راسبة راسبة 60% أو 60 يعني على الحفة فلسه في مباراة أجمل والحلقة طولت بأن المباراة كانت طويلة وكان فيها تحليلات شوية زيادة بس انتوا حكولي شو رأيكم وشو ممكن نحسن فيها يعني لو معكم أي اقتراحات أي إضافات فحكوا ليها بالكومنتات ومنشوفكم إن شاء الله بالحلقة القادمة خلونا نحاول الوصل مقطع هذا ل 500 لايك وبتشكركم جدا على المتابعة سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى اللقاء جميعا السلامات